السلام عليكم. نهضح حلقة كده سريعة من جمال الرياضيات. النهاردة هنلعب لعبة كده صغيرة. هنكتب خمسة قصة اتنين. بكم? هقولك بخمسة وعشرين. طب خمستاشر قصة اتنين. هقولك بمتين خمسة وعشرين. طب خمسة وعشرين قصة اتنين. انا هقولك بستمية خمسة وعشرين. تمام? طب خمسة وتلاتين قصة اتنين. انا هقولك. ب الف متين خمسة وعشرين. طب خمسة واربعين قصة اتنين. بكم? ب الفين خمسة وعشرين. طيب. في تاني عندك? اه في. خمسة وخمسين قصة اتنين. بكم? بتات تلاف خمسة وعشرين. خمسة وستين قصة اتنين. باربع تلاف متين خمسة وعشرين. خمسة وسبعين قصة اتنين. بخمسة تلاف ستمية خمسة وعشرين. خمسة وتمانين قصة اتنين. بسبعة تلاف متين خمسة وعشرين. خمسة وتسعين قصة اتنين. بتسعة تلاف خمسة وعشرين. طيب. الكلام ده جيز ازاي بقى? هل انا حافظ الكلام ده كله؟ طبعا مش حافظهم. اما حسبتوهم ازاي كده بمجرد النظر. هنا بقى في قاعدة جميلة قوي بتقول لك انه خمسة في الاحد ومعها اي حاجة في العشرات تتضرب في نفسها يعني خمسة في الاحد برضو في نفس الرقب في العشرة يعني خمسة قصة اتنين يعني تشيد لها وحطها قصة اتنين بتبقى بنحسبها ازاي بنجيب الخمسة نضربها في نفسها تبقى خمسة وعشرين ندقى حاليا العشرة في الرقم الجديد اذا هو حصل الضرب. والرقم ده نزود عليه واحد. ونضرب الرقم الاصلي في الرقم اللي هو زائد واحد وحطه هنا. فلما نجي نطبقها. خمسة قصة اتنين هنا رقم العشرات بصفر. الصفر نزود لي واحد يبقى صفر. يبقى خمسة وعشر مفيش حاجة تانية. خمستاشر قصة اتنين نأخذ الخمسة نضربها تبقى خمسة وعشرين. وناخد الواحد نزول علي واحد يبقى اتنين يبقى يبقى اتنين في واحد باتنين. نحطها جنب خمسة وعشرين تبقى متى خمسة وعشرين. خمسة وعشرين قصة اتنين. نجيب اللوانين نحطها في نفسها تبقى خمسة وعشرين. اللي اتنين نزول عليها واحد تبقى ستة تبقى تلاتة. نضربها في التن تبقى ستة نحطها هنا. نفس الكلام الثلاثة ازود واحدة باربعة. ثلاثة في اربعة بانتناشر. اربعة بخمسة بعشرين. خمسة بستة بثلاثين. وهكذا. هل الحكاية دي لغاية رخب.